هذه منتجات إسرائيلية سمحت وزارة الاقتصاد في غزة باسترادها مطلع الشهر الجاري كانت قد منعت دخولها للقطاع منذ عوام القرار جاء وفق الوزارة لأسباب مختلفة ورافقه إجراءة مشددة ما لجأنا إليه في وزارة الاقتصاد أخيرا هو السماح بدخول بعض المنتجات من الطرف الآخر ضمن سياسة فرض رسوم جمركية عليها حتى نعزز القيمة التنافسية أو القدرة التنافسية للمنتج المحلي تجولنا في محالة تجارية فوجدنا فيها فعلا البضايع الإسرائيلية التي لم تكن في الأسواق منذ فترة طويلة لكنها ذات أسعار مرتفعة كما يقول الباعة أسبوع اللي فات دخل المنتج الإسرائيلي ومع أنه الناس بي لها قبال كتير عليه مع أنه فعلا سعر اثنين شيكل زيادة منه بتيجي يشتر منه لكن مواطنين آخرين يعتبرون أن شراء المنتج الوطني أولوية بالنسبة لهم وكانت قوات الاحتلال لدمرات العشرات من المصانع الرئيسية في قطاع غزة ما أثر على المنتج المحلي الذي كان يسد حاجة الغزيين ويدفعهم بقوة لمقاطعة المنتج الإسرائيلي تثير مثل هذه القرارات في العادة ردود أفعال مختلفة وهو ما دفع وزارة الاقتصاد في غزة كما تقول لوضع خطط بديلة تسمح لها بالتراجع عن قرارها الأخير حال الحاجة لذلك باس الخلفة تلفزيو العربي قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر